خطوة أخرى من أجل حل أزمة العقار الصناعي الذي ظل لعقود حجر عثرة أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، حيث أفرجت الحكومة عن دفتر شروط جديد للاستفادة من الأراضي الصناعية ألزمت المعنيين بالتوقيع عليه. نظمنيين فحقوق المستفيد من هذا العقار ولا من هذا الامتياز مضمونة وبالمقابل حقوق المجتمع التي هي ممثلة في الدولة أيضا مضمونة من خلال تفصيل إجراءات المواكبة العقار ثم متابعة تنفيذه كمشروع ثم متابعة ملكيته على مدار أنه يشكل في أفق العقار. يعني الامتياز إلى غاية أنه ربما يتحول فيما بعد إلى عقد ملكية طبعا إذا ما كان فيه إمكانية لهذا التحويل بناء على طلب مستفيد وبناء على استكمال المدة الأولى للامتياز. الجديد هذه المرة أن دفتر الشروط وضع بشكل دقيق وهو ما قد يمنع تكرار أخطاء الماضي كما أقر إجراءات صارمة في حق المتلاعبين. أو ملف العقار الصناعي أصبح الأمر منتهي منه وأصبحت الأمور واضحة جدا وأعتقد أن هذا سوف يعطي دفع كبير لعملية الاستثمار وخاصة أن هناك الآلاف من المشاريع الاستثمارية تنتظر الفصل في قضية أو في ملف العقار الصناعي. تدابير مشجعة في إطار ضمان وفرة العقار ودعم قطاع الصناعة في انتظار تحقيق ما هو مطلوب.